الغلو والجفاء فقوله عبد الله منع للغلو والإفراط وقوله ورسوله منع للتفريط والجفاء بأن تترك متابعته والأخذ بهديه والسير على نهجه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما يجب علينا تجاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عدم الغلو فيهم فكما أنه لا يجوز جفاؤهم فكذلك لا يجوز الغلو فيهم بأن نرفع واحدا منهم فوق منزلته التي أنزله الله فيها ومن أسباب ضلال من ضل من الأمم السابقة هو الغلو في أنبيائه مصالحه حتى قالت النصارى بأن عيسى هو ابن الله وقالت اليهود بأن عزيرا هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث أخرجه البخاري والإطراء معنى مجاوزة الحد الشرعي في المدح وقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فإنما أنا عبد الله ورسوله هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على الأمرين وأعني بالأمرين الغلو والجفاء فقوله عبد الله منع للغلو والإفراط وقوله ورسوله منع للتفريط والجفاء بأن تترك متابعته والأخذ بهديه والسير على نهجه عليه أفضر الصلاة وأزقى التسليم